كما استقبل خادم الحرمين الشريفين كلا من وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمد يوسف ووزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عواض ووزير الخارجية السوداني الدرتيري محمد ونائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأذني زيد اللوزي والموجودين في الرياض لبحث إنشاء كيان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن ونقل الوزراء للملك تحيات وتقدير قادة دولهم فيما حملهم خادم الحرمين الشريفين نقل تحياته لقادة تلك الدول وتناول اللقاء وافاق التعاون بين تلك الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة حضر الاستقبال صاحب السموة الملكية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء دكتور مساعد العبان وزير الخارجية عادل الجبير وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان